اشتركوا في القناة ام مجرد انعكاس داخل عقولنا معقول ادراكنا لهذا المكان الآن وهم ركزوا في الصورة على اشارة الزائد لمدة عشرين ثانية هناك قرص اخضر يظهر مكان اختفاء القرص الارجواني اذا ركزتوا بالنص مع الوقت ستختفي الاقراس الارجوانية تماما بالحقيقة الصورة لا تختفي دماغك يتتبع التعاقب السريع للأقراس فيربط التغييرات مع بعض ويخلق حركة وهمية القرص الأخضر الذي ترونه غير موجود هو التركيز على لون لفترة طويلة في هذه الحالة الارجواني يرهق الخلايا المستقبلة له فتتعطل مؤقتا فالدماغ يعوض اللون المفقود بلون معاكس له الارجواني عكسه الأخضر الأقراس الارجوانية أيضا لا تختفي دماغك ببساطة يتجاهلها لأنه يعتبرها غير مهمة مع الوقت الدماغ يتجاهل التفاصيل التابتة ويركز على المعلومات المتغيرة فقط حتى هذا اللون الارجواني غير حقيقي بمعنى أنه لا يوجد له طول موجي معين هو لون إدراكي يخلقه دماغك عندما يستقبل إشارات من ضوء أحمر وأزرق بدون أي أخضر بالحياة هذا هو الضوء أو بالأحرى الطيف الكهرومغناطيسي طيف واسع جدا من الترددات لكننا لا نرى أغلبيتها نحن نرى هذا الجزء الصغير فقط القوس قزح الضوء المرئي حتى هذه الألوان الحقيقية أحمر، أزرق، أخضر هي ليست ألوان هي مجرد ترددات في الطيف الكهرومغناطيسي اللون ليس صلفة حقيقية للأشياء اللون كتجربة حسية هو محاكاة يولدها دماغك عندما تتحفز الخلايا المخروطية في الشبكية بطريقة معينة أنت تحتاج لأدمغة لتقوم بتوليد الألوان بدون دماغ الكون لا لون له طب هل نستطيع تعليم هذه التجربة لكفيف مثلا بحيث إذا فجأة أبصر وراء الألوان سيقول آه هذا هو اللون الأحمر علمتني يا سلام هذا السؤال يجبرنا على زيارة ماري عاشت ماري كل حياتها في غرفة كل أشياءها من الأبيض والأسود ماري ليست فتاة عادية بل عالمت أعصاب عبقرية تعلمت كل شيء يمكن تعلمه عند الرؤية والألوان وموجات الضوء والسجابة العين والدماغ لكن هناك شيء واحد فقط لم تختبره أبدا رؤية الألوان بعينيها وفي يوم من الأيام فتح الباب ولأول مرة في حياتها رأت ماري وردة الحمراء لم تتعرف ماري على اللون الأحمر كل هذه المعرفة المادية لم تستطع تعليمها التعرف عليه غرفة ماري تطرح تساؤل مهم جدا هل المعرفة العلمية المادية وحدها تكفي لفهم تجربة الوجود بشكل كامل؟ تلك التجربة الحسية التي تشعر بها عندما ترى اللون الأحمر أو تقع في الحب اسمها كواليا وهي تنبع من تجربتك الذاتية أنت فقط لا يمكنك تعليمها لأحد مهما حاولت لكن لماذا؟ لماذا كل هذه الهلوسات والأوهاب أصوات وألوان وأفكار ومشاعر لماذا يقوم دماغنا بذلك؟ لأن أدمغتنا تخمن من أجل النجاة نعود للشجرة سقوط الشجرة يولد موجة ميكانيكية تهز قوقعة الأذن فتتحول لإشارات كهربائية تنشط مركز السمع ومركز العاطفة مركز الداكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد ردود الفعل التلقائية الكثير من الأجزاء في الدماغ فتقول هناك شجرة تسقط هل أهرب؟ من أين أهرب؟ ماذا تقول تجارب السابقة؟ كيف يجب أن تكون ردة فعلي بحيث أضمن نجاتي؟ نحن لا نرى العالم كما هو بل نستخدم أدمغتنا وحواسنا لتوليد أفضل تخمين عن ما نعتقد أنه موجود في الخارج بطريقة تضمن نجاتنا هناك أشياء نتفق عليها مثل مثلاً مساحة هذه الغرفة قد نقصها بالمتر أو إذا كنا في وثائق أمريكي بالحلزونات الآسيوية العملاقة يا إلهي إنها كبيرة جدال أي شيء إلا المتر هل الأمريكان؟ بالمقابل هناك تجارب ليس لها قياس أنت لا تقول مثلاً أحبك يا حبيبتي سبعة أس خمسة لا هنا يأتي دور الفن والشعر في محاولة توصيف هذه التجارب الفريدة النجاة أيضاً تجبر أدمغتنا أن تبحث عن الأنماط في كل شيء كل شيء وهنا نصطدم بالعالم المذهل للإنحيازات المعرفية أو أنماط التفكير التلقائية التي تؤثر على استقبالنا للمعلومات واتخاذ القرارات في البيئات البدائية تطورت أدمغتنا ببيئة خطرة جداً تحتاج استجابة سريعة جداً فابتكرت هذه الاختصارات الذهنية لتجنب إهدار الوقت في التحليل المفرط وهذه الانحيازات كانت مفيدة جداً لأسلافنا مثلاً عندك انحياز التأكيد وهو الميل للبحث عن المعلومات التي تؤكد على معتقداتك وتجاهل المعلومات التي تتعرض معها هذا انحياز في البيئات البدائية مفيد جداً مثلاً لنعود بالزمن 100 ألف سنة للماضي ونتتبع فتاتين الأولى رأت آثار أقدام نمر فاستنتجت بسرعة أن المنطقة تحج بالحيوانات المفترسة وقررت تجنبها هي لم ترى النمر بعينها لم ترى النمر لكن هذا الافتراض جنبها الخطر بدون اهتار الوقت في تحليل كل الاحتمالات أما زميلتها الثانية لا افترضت الخطر ولا تجنبت المنطقة أي الفتاتين برأيك غالباً هي جدتك؟ بمعنى إنها نجت واستمر نسلها للآن وجيت أنت نورت الدنيا الأولى التي افترضت الخطر في البيئات البدائية السرعة قد تعني الفرق بين الحياة والموت الفرق بين تمرير الجينات والانقراض لكن اليوم السرعة قد تؤدي إلى أخطاء جسيمة جداً مثلاً لنفرض أنا شخص أعشق للدراما والغموض والتميز وأصبحت لعدة أسباب أعتقد أن الأرض مسطحة تلنحت فأكتب ما هي الأدلة أن الأرض مسطحة عزيزي صندوق البحر؟ طب هذا خطأ فادح لأنني بحثت عن المعلومات التي تؤكد على الاعتقادي وتجاهلت أدلة قوية جداً بأن الأرض كروية وكلنا نرتكب هذه الأخطاء كلنا بكثير من الأحيان نجد أنفسنا أسرى لانحيازاتنا مثلاً تقول سلام أبحاث علوم الأعصاب تقترح أنه لا يوجد إرادة حرة فيقفز مروان لا أنت والدك كان يبيع الخضار شو فهمك بعلوم الأعصاب؟ طب هذه شخصنا مروان هاجم قائل الفكرة بدل من مناقشة الفكرة نفسها هاشتاك قصة حقيقية أني يعني بعايريني بأبوي أنا فخورة أني بنت بايع الخضار أنا بنت بايع الخضار وأتكلم في علوم الأعصاب أو مثلاً تحذر من خطر التغير المناخي فترد مريم تمام بس يعني الشتاء الماضي كان بارد جداً هذا إنحياز للتوافر بني رأي مريم على حدث قريب في الذاكرة بدل من الأدلة العلمية حياتنا العصرية تتطلب تحييلاً دقيقاً جداً لذلك الوعي بمغالطاتنا وانحيازاتنا مهم لأنه يحمينا من الوقوع في فخة التفكير غير العقلاني يجعلنا نبحث في وجهات نظر مختلفة قبل اتخاذ قرارات مهمة يجعلنا نتأنى في هضم ومعالجة المعلومات أكثر وهذا هو الهدف ليس الهدف من كل هذه الإدراكات أن نفقد المعنى المعنى موجود موجود وبقوة حتى لو كان سقوط الشجرة لا يولد صوتاً إن لم يكن هناك أحد ليسمعه حتى لو كان اللون مجرد تردد في الطيف الكهرومغناطيسي حتى لو كان دماغك موضوع في مرتبان مرتبان وموصول بحاسوب خارق يبقى إحساسك بسقوط الأشجار وبرؤية الورود حقيقي أن تحب وتفرح وتغضب تستمتع بغروب الشمس تنزعج من أزمة السير هذه التجارب التي نعيشها بكل حالاتها هذا هو المعنى أعتقد كثير منكم الآن يتساءل ماذا تريدون إذا هناك معنى ماذا تريدون لماذا قضيت العشر دقائق عشر أكثر الماضية وأنا أفكك الواقع بالحقيقة ما تعلمت عبر السنين أدخلني في صراعات وجودية ومعاناة وألم لكن كان هو نفسه ما هررني أدركت أن المعنى نصنعه نحن نحن نصنع المعنى أنا أوقاتي مع أحبائي مع أولادي آيلة ونوح نوح موجود هنا أصغر الأطفال بالمكان نقاشاتي الطويلة والعميقة مع شرك حياتي لأي الذي لا تبره زوجي فقط بل مرآة لعقلي مرآة نقضية صديق لعقلي حبي لهذا الطفلين الذي لم أقابلهما بعد هذا هو المعنى صراعاتي مع العالم ومع نفسي نشري للمعرفة غضبي الشديد من حال بلادنا دفاعي عن قضايانا هذا هو المعنى أدركت أن الكثير من الأفكار السلبية عن نفسي التي أدخلتني في اكتئاب شديد هي أوهام أوهام من صنع خيالي أدركت أن الألم حتمي حتما ستتألم حتما لكن المعاناة غير ضرورية المعرفة مرهقة جدا في البداية لكنها تعلمك أن فيها نعيما وجحيما ولا بد أن تعيش التجربة كاملة وقتي معكم اليوم هو دعوة لتأمل لتأمل طبيعة الوجود بوعي أعمق لإدراك أننا كائنات بيولوجية هشة منحازة تسعى للبقاء فقط فلنتواضع في فهم أنفسنا والآخرين نقدر اختلافاتهم قد يكون الواقع وهم لكن إحساسك به حقيقي جدا وقتي معكم اليوم هو دعوة للإمتنان للإمتنان لهذه المغامرة الاستثنائية التي تسمى الوجود بكل تناقضاتها شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا